نبات الهوية هي ممكن تتعلق بجزورها في جزوع الاشجار زي الاركيد او الانثوريام وده يدينا انطباع ان لازم التربة بتاعتها تكون عالية المسام افضل خليط للتربة بتاعتها هو جزء بيرلايت جزء بيتموس جزء لوحق اشجار حاول مع الساقي تدي فرصة للتربة تجف قبل اعادة الساقي انها من النباتات المعرضة لتعفن الجزور مع زيادة الساقي او بكود المية الفترة طويلة داخل السندانة تحتاج رطوبة متوسطة الى عالية بنتكلم فوق الخمسين لستين في المية تحمل درجات حرارة مختلفة حتى عشر درجات مقوي ممكن تسمدها باستخدام سماد متعادل مرة كل اسبوعين نص الجرعة ومع بداية عملية الازهار تبته تستخدم سماد عالي الفصفور مرة كل اسبوعين برضو بنص الجرعة نباتة الهوية من النباتات اللي بتحب السندانة تكون صغيرة عليها من الجزور بتكون متكدسة معندهاش اي مشكلة متفكرش في تغيير السندانة الا بعد مرور سنتين او ثلاث سنين كمان